واسمحولي مثل ما ذكرت قبل الروبرتاج رحب باستي سامير سكاف رئيس جمعية الجرين جلوب الكوكب الأخضر وعضو مراقب بمكتب البيئة بالأمم المتحدة أهلا وسهلا فيك استي سامير أهلا وسهلا فيك يا مدى مرسي علي عافية يعني ما بعرف البيئة 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 هجسنا اليومي لأنه متعلقة بحياتنا وبصحتنا يعني فيها حياته موت وبعد لليوم ما عم نشوف أي تغيير جازري أو خطة على السكة الصحيحة أولا مثل ما شايف الأمور بدي تقييمك هل نحنا بلاشنا نمشي على السكة الصحيحة أو بعدنا كتير بعاد لا نحنا بعدنا كتير بعاد للأسف يعني نحنا حبين نمشي على الطريق الصحيحة وإذا بدك ما خلينا وزير ما حكينا معه ما خلينا مسؤول ما حكينا معه للأسف أنه المجموعات السياسية مش عم بتتجاوب معنا يعني بيطلعوا بيقولوا بدهم يحلوا لزبالة ونحنا عنا حلول لزبالة والحلول بسيطة غير مكلفة وهلأ إذا بدك منحكي عنا أكيد وللأسف أنه المجموعات السياسية أبدا بيغير عالم يعني حتى أنا فيه مستعد أسألهم كم سؤال هني بسيطين جدا لتعرفي أنه هني ما بيعرفوا الموضوع ما بيعرفوا عن شوانا بنحكي يعني هني بيفكروا بمجرد ما أنه حكيوا شوية عموميات أنه هني بيعرفوا الموضوع مش صحيح يعني الطبقة السياسية بتجهل الموضوع أنا رح أسأل هلأ سؤال على الهواء رح أسأل سؤال على الهواء لكل حدا عم يتعاطى سياسي كم مكب بحري كم مكب كبير عنا على الشطر لبناني ما رح جاوبون هلأ خلين هني يشوفوا الجواب إذا بيعرفوهم أنا أنا أجزم لأني أنا سألت لوزراء ما حدا عارف يجاوب ما حدا عارف يجاوب كم مكب كبير عنا على الشطر لبناني كل ما بتنزلك معهم القصة بيخترعوا مكب على الشطر لبناني علماً أن الشطر اللبناني هو المركز السياحي الأول في لبنان هو الوجه السياحي الأولى في لبنان استي سامير نحن اللبنانية عم نسافر برات لبنان بس لا نسبح بس لا ننزل على البحر عنا بحر يمتد من شمال لبنان لجنوبه بس مش قدري نستفيد منه لأنه ملوص يعني تخيلي أنت أنه لبنان هو البلد يعني إذا بدأ حلقات تنحكي عن مية لبنان نحن من البلدان القليلية اللي منابع المي عنا بجواتنا نحن من البلدان القليلة يمكن البلد مش رحقول الوحيد مية بالمية بس نحن قد نكون شبه الوحيد يلي عنا شجرة بعلمنا يعني في غيرنا عنده شجرات صغيرة كندا عنده ورقة بس نحن الوحيدين اللي عنا شجرة هالأد واضحة بعلمنا اللي هي الأرزة يعني نحن برموزنا كلها كلها بيئية وللأسف على الأرض والتصرفي نحن بغير واقع بغير واقع يعني خيفانين نبشر العالم مثل ما كل الناس صارت عم بتقول هلا يعني انه ايه أزمة النفاية ما حتطولتها ترجع مشاكل النفاية رح ترجع يتبين ايه لأنه إذا ما نوجد خطة وحل على المدى البعيد جزري أكيد حترجع المشكلة من نقطة السفر صحيح بس الخطة موجودة يعني نحن أنا شخصيا قبلت كل الوزراء اللي تعاقبوه وسلمتن الخطة باليد أوكي طب هلأ شو اللي بيمنع تنفيذ هالخطة؟ ما في شيء ما في شيء بالعكس نحن الخطة اللي مقترحينا هي خطة بسيطة هي خطة غير مكلفة يعني يا أمشي ما بتكلف لماذا عم يخدونا على خيارات بملايين الدولارات؟ بمليارات مليارات الدولارات يعني أنا رحلك رحلك بكل بساطة طيب نحن جهدنا سنين تتالد دولة تاخد فرز تتعمل فرز من المصدر طيب أخذوا خيار توصلنا وقدرنا نقنع وزارة البيئة بتشرين التاني 2017 رح يصيرنا سنة يعني بعد شوي بصيرنا سنة صحيح بتاخد قرار بموضوع الفرز من المصدر طيب ليش ما تنفذ؟ ليه ما تنفذ؟ ليش بسنة قرار الفرز من المصدر ما صار إلزامي للبلديات إلزامي للناس ليش؟ لأنه شو اللي عم يتنفذ من القرارات؟ ايه بس نحن يعني هنه ما يقولوا انه مثلا ما في حل مش صحيح تاني شغل طبيقة لبنان سهول لبنان جبال لبنان بتسمح بتسمح انه نعمل موضوع التسميد فينا نعمل تسميد انا ما بحب كلمه التاسبيخ ما بعرف انه جاي بينا فينا نعمل سماد فينا نعمل سماد بالجبال طبعنا بالحقالة طبعنا بالسهول طبعنا أخذي مثلا سهول لبنان إذا أخذنا سهل نبقى إن كان الشمالي وإن كان الأوسط وإن كان الغربي بالشمالي فيما عنا مناطق صحراوية بالمناطق اللي كانت شوي بجرود عرسال وجرود اللبوة وراسب علبك في مناطق صحراوية يعني هيدا ترابطة بقى إذا مزجناه بالنفيات العضوية منحول الأرض لأرض صالحة للزراعة يعني هيدا شغلة مهمة كتير ما بعرف لاش عم تنهمها مكسب للمنطقة ونحن اقترحنا إنه يخي يشتغلوا مع بلديات المنطقة الساعدون وعملوا إنماء بالمنطقة فوق وساعدون للأسف حتى أنا بدي أقليك شغلة كمان إنه نحن حكينا مع البلديات فوق حكينا مع اتحادات البلديات للأسف كمان إنه في جهات سياسية عم بتدل تمنع هيدا الموضوع تاني شي كمان بيسهل البقع عنا إمكانية بكل سهل يعني أنا من قريبين بيعمي لكل منطقة تعانى والبقاع الغاربي وإلى آخره كل المنطقة السهول فوق التراب فوق بده تغزي بده غزة التراب نحن عنا بده غزة والنفايات الأرضوية هي الغزة الأساسية هي للتعطيه هالسماد هيدا يلي بيصير غزة أساسي للتراب طيب ليش نحن عم نرفض نغزة الترابي طبعنا فإذا عنا حل بالقليلة لحوالى سبعين بين سبعين وثمينين بالمية بين الفرز من المصدر وبين السماد الطبيعي بعد ما تكلفنا شي بهالإشياء الخيالية بالملياريات اللي عم يحكونا عنها طيب ساعته متى ما خلصنا كل هودة إذا بقي هالعشرين ثلاثين بالمية بين استرداد الطاقة يلي ممكن يكون RDF يلي أنا من كتير مؤيد لأله ولكن خلينا نقول إنه في قسم ممكن يكون RDF أو ساعته يروح قسم بمحرقة حديثي على الطريقة السويدية ساعته ما في منع بس كمان المحرقة يلي هني دايما عم يحكو بقصة المحرقة أنه نلاقيه السواد عم تحرق مظبوط السواد عم تحرق مظبوط الناروج عم تحرق مظبوط الدينمارك عم تحرق مظبوط الفينا ولكن في شروط كاملة في سياسي كامل في شافية في خطة متكاملة طبعا في هونيكيا يعني مثلا إذا بدون يحرقوا مثل السواد ما بيمنع بس بيعرفوا هني السواد بيفرزوا ب8 براميل ب8 مستوعبات مختلفة بيعرفوا أنه هني الظرف الأنفلهوب مع الورق والكارتون لأنه فيه تلزيء عليه يعني هالقد فايتين بالتطور بالثقافة اللي بيئة بالثقافة اللي بيئة صحيح موجودة بذهنهم صحيح نحنا بعدنا حتى أنا كتير عم بحكي نحنا كتير منعطي محاضرات وطوعية بالمدارس ومع البلديات يعني مثلا بيزدوا الموضوع على البلديات نحنا معلمة مركزية الحل نحنا معلمة ولكن هل بأنون البلديات في شي ما بيسمح لتروح مية بالمية صوب الحل للبلديات عندها فيها تتعاقد وللبلديات فيها توظف وللبلديات فيها تعمل كونترا فيها عندها رقابة من ديوان المحاسبة ورقابة من الطائم مقام والرقاءة رقابة من المحافظ ورقابة من وزارة الداخلية ممكن للبلديات تعمل أي مشروع وبشط بتقلم يتوقف ونحنا بجمعية جرين جلوب بتعواننا مع عدة بلديات وعدة مرات فتنا بالحياة نحنا والبلديات بسبب هالمجموعات الرقابية يعني نحنا ما عم نقول ما لازم يكون فيه رقابة ولكن بدولة المركزية اللي بعض ما وصلنا لها نحنا للأسف فيه شي حل بإيد البلديات بيقدر يكون ولكن إذا كمان توفرت الظروف ما يقولوا اليوم فيها البلديات تعمل مش صحيح يمكن كم بلدية فيها تعمل على سعيد صغير يمكن صغير أو يمكن بالعكس يمكن مثلا البلديات الكبيرة اللي فيها تعمل لأنه عندها شوية إمكانيات بس حتى هاي البلديات الكبيرة اللي بتعمل على سعيد نطاق البلدية فيها تعمل ولكن حتى هاي دي بدا تكون عندها تحرر من السلطات الرقابية وقال لا ما فيها تنفذ بيصيروا كل فشخة يعرقلولة كل فشخة يعرقلولة برجع بيلك نحنا هيدا الموضوع اشتغلناه كتير مع عدة بلديات كبيرة وعنينا منه وما وصلنا لنتيجة حتى بالمطارح يلي نحنا عملنا عملية توعية على وقت كتير كبير مع اتحادات بلديات بمختلف مناطق لبنانية وصلنا لوقت اخر شيء كمان فيه مطارح البلديات بدأت تحط من جيبتها وفيه مطارح كمان البلديات ما قبل تتحط من جيبتها فيه مطارح وافئة وفيه مطارح ما وافئة صحيح فيه بلديات ما عندها الامكانيات بس الهروب من الخيارات السهلة الهروب من الخيارات هو أساس المشكلة الهروب من الخيارات السهلة كلما كنا بعدنا مادام رولا عن الخيارات الطبيعية صحيح كلما عقدنا حياتنا كلما يعني تخيلي أنه مثلا بدنا نحرق الورق والكارتون ونحن نشطري ورق وكارتون نشطري نفيات ورق وكارتون منبرتها نعمل لها إعادة تدوير ريشيكلاج في لبنان ومنحرق ورق الكارتون تابعنا طيب بدنا نحرق نحن النفيات العضوية تابعنا يلي هي الفالير كالوريفيك يعني اللي اللي ما أنه عالي يعني ما أنه كتير مهمي بقصة توليد الطاقة ولكن ما لاش حتى هاي دي منحرق أن احنا فينا نستفيد منها تاب منحرق شيء فينا نستفيد منه تاب لاش نحنا إذا كان وصلنا إلى وقت آخر شيء هالعوادم يلي ما بقع عندنا إمكانية لا نعمل له تسميد ولا نعمل له فرز هاي دي اشتغلنا على حرقة بطريقة على الطريقة السويدي الناروجية المتطورة ساعتها ما في معنى لكن كمان بعد ما نكون قملنا مطرح للرماد المتطاير والرماد البدو يبقى بعد ما نكون قملنا مختبرات لحتى تكون عم تعملنا تشوف أنه التلوث الهواء ما يرجع يودي سرطان لأولادنا بعد ما نكون عملنا شافية الوكيشن موجودة الوكيشن هلا الوكيشن فيه كتير الوكيشن بموضوع الوكيشن بدي نبه لشغله أصدقاء البيئيين بدي نبهن قبل ما نبه الدولة بالموضوع ما نفوت بموضوع المناطئية وهون ما بتصير على جتتنا وهون ما بتصير على كذا لأنه لازم يكون عندنا نحن مسئولية تضامنية في منطقة بتحمل الكهرباء في منطقة بتحمل لزباليا أو أكتر منطقة بتحمل الكهرباء أكتر منطقة بتحمل لزباليا تشارك بتحمل المسئولية بدي يكون في تشارك بتحمل المسئولية وبدي يكون في تضامن ما نفوت بقصة بمنطقة ولا منطقة بلبنان مزبلة ولا منطقة بلبنان كل لبنان هو مطرح قطعة أرض قطعة سماء ولكن معلاش ما فينا نقبل نحنا انه نفاياتنا تنروح لبلاد برا نحنا نحنا قادرين نعالج نفاياتنا انا شخصيا بعمل فرز للنفايات بالبات انا شخصيا بعمل عملية تسنيد على البلكون بالمدينة الشغلة ممكنة مش صحيح انه مش ممكنة هلا يمكن بدي يكون الواحد عنده بلكون شوي كبير ولكن ممكنة مش مظبوط انه نحنا ما فينا نعمل وهي دا ليش عم نعطي المثل الشخصي حتى ما نقول للناس عملوا نحنا عم نقول للناس نحنا فينا نعمل كل واحد فيه يعمل ما نزد المسئولية بس على الدولة خلينا نبلش نحنا مع كل البلديات بالحقالة بكل مطرح كل بلدية عندها امكانية او سهل او حقلة او حرش وفينا نقدر نعمل عملية تسليمية طبيعية صحيح الفرز ليش نحكى فيه وفترة ورجع توقف مش عم نفهم نحنا ليش حقيقة مش عم نفهم ليش لانه الفرز بعدين حتى موضوع الفرز خليني نبه شغلتين حكيوا بقصة الكيسين والبرميلين هيدا ما بتزبط هيدا قصة الكيسين ما بتزبط بدنا بالقليلة 30 بين 3 الى 4 وهيدا القرار يلي استساعدنا نحنا وزارة البيئة واتاخد ومشكورين ومنشكرون نحنا لوزارة البيئة وقتل اخدوا القرار وقفنا معن وساعدناهن ياخدوه وعم نهنيهم علاه هيدا الشغلة الوحيدة بس بطبقنا بس بلحبر على الورق اوكي هلا بقصة الفرز بدك بالقليلة 3 كيس بالقليلة الى 4 بعدين مش ضروري يكون ملون وإلى آخرين نحنا عم نعطي الالوان للناس تفهم يعني مثلا لا تميز لا تميز يعني نحنا عم نقول انه صار متعارف عليه انه الازرق للورق والكارتون الأحمر للاشياء اللي بنعملها اعادة تدوير لأخضر للنفيات العضوية لنسهل على الناس والاسود للي بدنا نكبه ولكن بدل عنا كتير اشياء تاني كمان يعني نحنا اللمبات ما عنا حل الى البطاريات ما عنا حل الى الدوليب ما عنا حل الى الأزياز ما عنا حل الى فإنه كتير اشياء ما عنا حل الى هلأ هايدي بيقولوا شو بتعوين فيها بالوقت الحاضر يا بدك تكبها مع النفيات يلي العوادم يلي ما عنا حل الى اوكي يا أما نحنا فيه اقتراح كمان يلي ما تطبقوا ولا مطرح باللبنان نعمل شي متل ما بيصير برا بنسميه الساحة البلدية اوكي وهيدا بيصير فيه إلو تجميع خاص ليصير إلو بعدين حل خاص فيه مثل البطاريات مثل اللمبات مثل الدوليب مثل غيره يعني بعدين هاي الموضوع بيطلع مصاري كتير يعني نحنا عنا امكانية انه نشتغل بصناعة التدوير فإنه كتير صناعات تدوير نحنا بيحاجة لقلها ما عنا معمل للأزياز مثل العالم باللبنان ما عنا معمل للأزياز الاخضر والأزياز البني أبدا يعني شوية لأزياز العادي الشفاف لعنا بس لقصة الكبديت والمراطبين ما عنا لأزياز الشبابيك ما عنا إمكانية مشكلتنا مشكلة يعني يعني عكافة الوسطويات إذا شجعنا صناعات التدوير فينا نعالج قسم كتير كبير من المشكلة كمان نحنا مهم نبلش يعني بالخطة نبلش بالتنفيذ ساعتها الخطة بدأ تتكامل بين حيث التطبيق طيب كمراقب بالأمم المتحدة ليش ما بتعمل شي تقرير فينا بابا عرف يعني عن جد صار بدنا هلا أنت عم تحكي شي صار بدنا قرار هلا أنت عم تحكي شي أنت يمكن نحنا عم نعمل شي منه عن جد لأنه عم نعمل شي منه جريمة هلا يعني القتل عنده عدة وجوه القتل مش ضروري فاق هيك بالمباشر وبالحروب القتل والإساءة بحق سلامة الإنسان وصحته كمان عنده عدة طرق وعدة وجوه هاي دي أحد وجوها ما بعرف نحنا حتى قليك الشغلة نحنا عم نشطل على موضوع الهدر بلبنان إن شاء الله قريبا سلنا سنة عم نشطل على شي كبير بموضوع الهدر بلبنان إن شاء الله قريبا منقدر نطلع شي للمجتمع اللبناني بس رح نزعل مع كل العالم بدون يعزرونا بدون يعزرونا الكل مؤسسات كلها رح تزعل منها من المؤسسات الخاصة والمؤسسات الرسمية بيئتنا ووطننا وصحتنا وطبيعتنا أهم منهم كلهم لأنه حقيقة يعني الأرقام اللي روا دا تطلع أرقام خيالية مخيفة بفضائح خيالية يعني أكتر بكتير بكتير مما الناس مفكرة هدر بي موضوع بكل شي بكل شي عدة أصاعدة بكل شي بس بالموضوع البيئي بالموضوع البيئي الناس مش عارفة إنه هو الأخطر الموضوع البيئي هو الأخطر لأنه هو يلي عم بيؤدي إلى سرطانات يعني مثلا الناس ما بتعرف بلبنان إنه نحن معدل السرطان عمنا بلبنان أعلى تقريبا تقريبا بـ 40 إلى 50% من أكتر دولة عربية من أكتر دولة أعلى لأنه عنا تلوث لأنه تلوث مي وتلوث هواء وتلوث تراب وتلوث بحر وتلوث أكل وكل شي ونفايات وكل شي وصرف صحي ما فيه وهذا موضوع الصرف صحي بده حلقة لواحدة كمان طيب كل هاو دي ونحن منقلهم نحن حاضرين للمسؤولين نحن حاضرين نحط إيدنا بجيبكم بحلقة تانية رح نتوسع أكتر بالحلول أستاذ سامير سكاف رئيس جمعية جرين جلوب الكوكب الأخضر وانتوا حائزين على جيزة كمان عالمية بهذا الإطار وعضو مراقب الأمم المتحدة بمكتب البيئة يعطيك ألف عافية هاي دي صرخة ونوع من إذا بدك مساهمة بتسقيف على الصعيد البيئي للمشاهدين لأنه نحن اللبنانيين وعنا مسؤولية وعنا هدف أنه نضوي على هالنقطة الحساسة